احباءنا الطلبة السلام عليكم ورحمة الله درسنا اليوم في مادة الفلسفة يتناول مقالا فلسفيا نص المقال قيل الالفاظ قبور المعاني حل الوناقش اول شيء نبدأ به احباءنا هو محاولة فهم السؤال وذلك من خلال الوقوف على الكلمات المفتاحية في السؤال لنحلل دلالاتها ومعانيها فلدينا اول شيء الالفاظ الالفاظ هنا اشارة الى اللغة ثم المعاني اشارة الى الفكر ثم لفظ قبور في اشارة الى العلاقة التي تربط اللغة بالفكر انها هنا علاقة انفصال من خلال نص السؤال الالفاظ قبور المعاني اذا اذا لدينا وجهة نظر فلسفية من يمثل هذه النظرة يترى الجواب الجواب ان المقالة هنا يعرض وجهة نظر اصحاب الاتجاه الثناء القائلين بعلاقة الانفصال بين اللغة والفكر فالموضوع فالموضوع كما نرى موضوع اللغة والفكر والسؤال يطرح وجهة نظر الاتجاه الثناء القائل بعلاقة الانفصال بين اللغة والفكر وبما ان الطالب يدرك ويعلم ان لهذا الرأي نقيضا فلا شك انك الان امام موقفين متناقضين والمقال اذا يحمل طبيعة جدلية وهذا يحدد لك ايها الطالب الطريقة التي يتعين عليك ان تسلكها اي الطريقة الجدلية في تحليل هذا المقال وا اول محطة كما تعلمون من محطات المقال الفلسافي هي المقدمة او طرح المشكلة فنقول يعتبر التفكير ميزة اساسية ينفرد بها الانسان عن سائر الكائنات وباعتباره كائنا اجتماعيا بطبعه فانه يحتاج ولا شك الى وسيلة للاتصال والتواصل مع الاخرين وللتعبير عن افكاره وذلك من خلال اللغة لكن كما هو معلوم اختلفت الرؤى حول علاقة اللغة بالفكر واسبقية احدهما على الاخر حيث يرى بعضهم ان اللغة تعبير بعدي عن فكر سابق ومستقل والاشكال المطروح هنا فهل تجمع الفكر واللغة علاقة اسبقية وانفصال ام علاقة تزامن واتصال اذا انتهينا في هذه المقدمة الى الاشكال المطروح نمضي الان احباءنا الى المحطة الثانية وهي العرض او التحليل واذا شئت قلت محاولة حل البشكلة وكما هو معلوم نستهل هذه المرحلة بالرأي الاول او بعرض الاطروحة انصار الاتجاه الثنائي وهم من هم يا ترى انهم الفلاسفة الحدسيون من امثال بيركسون والادباء وما اكثرهم والصوفيون هذا الاتجاه القائل بان الفكر سابق على اللغة ومستقل عنها ان لهذا الموقف كما نرى لهذه الاطروحة حججا داعم بها اصحابه ما يقولون به فقد استشهدوا على ذلك بالتجربة او الملاحظة الداخلية وبلغة علم النفس استشهدوا بما يسمى بالاستبطان اي ان الذات هنا تتأمل وتتفحص ذاتها وتستبطن دواخلها ومكنوناتها فقالوا ان هذه التجربة والملاحظة الداخلية تؤكد وجود فكر غير منطوق به اي فكر خالص منفصل عن التعبير اللغوي وبالتالي فهناك اسبقية زمنية تتمثل في ان لحظة انتاج الافكار سابقة في الزمن على لحظة التعبير عنها وكأننا احباءنا نفكر اولا ثم ننتقل بعد ذلك الى الباس الكلمات لفكرنا كما ان الفكر فيض متصل من المعاني في تدفق مستمر لا تسعه الالفاظ فهو اي الفكر في ديمومة على حد تعبير بيركسون القائل اللغة عاجزة عن مسايرة ديمومة الفكر ومن حججهم ايضا ان اللغة تحصر الفكر في قوالب جامدة وفي هذا يقول ابو حيان التوحيد ليس في قوة اللفظ ان يملك المعاني ويحيط بها بالتالي لا يوجد تناسب احباء بين عالم الالفاظ وعالم الافكار وهنا يقول الشاعر الفرنسي فاليري اجمل الافكار تلك التي لا نستطيع التعبير عنها ولعل هذا ما يفسر عجز الصوفية عن التعبير عن حالاتهم ومشاعرهم فيلجأون الى حركات وشطحات بعد كل هذا لا شك اننا نمضي الان الى مرحلة النقد فنقول مستفهمين ومتسائلين في استنكار هل يمكن حقا للفكر ان يوجد في معزل عن اللغة الا نجانب الصواب عندما ننتهي مع انصار الاتجاه الثنائي الى ان اللغة لا تعد ان تكون سوى اداة بعدية ثانوية تعبر عن فكر خالص مستقل ثم انه حتى وان سلمنا بعدم وجود تناسب بين الفكر واللغة فاننا نرفض احباءنا القول بوجود فكر مستقل عن اللغة هذا هذا عن النقد لا شك ان الخطوة الموالية كما تعلمون من خلال النقد الذي هو بمثابة تمهيد للدخول في الرأي الموالي فنحن الان اذا امام نقيض الاطروح فما نقض الاطروح يا ترى الاطروح كانت الاتجاه الثنائي انه الاتجاه الواحد اذا القائل باتصال الفكر باللغة وهو ما اكدته المدرسة اللسانية المعاصرة مع دوسوسور وغيره اما عن الحجج التي دعم بها هؤلاء وجهة نظرهم فنتساءل هل يوجد فكر خالص عار من اللغة ثم ما الفكر لنتأمل الصورة انها تعرض صورة رجل يفكر ما الفكر اليس هو حوار داخلي صامت بلى وكيف يمكن تمثل تصورات ذهنية لسم لها فاللغة والفكر حقيقة واحدة يصعب الفصل بينهما فهي الشكل وهو المضمون وهكذا فبدون لغة لا تدرك المعاني وهي تمثل الاطار والقالب الضروري لحماية المعاني وفي هذا يقول الفيلسوف الانجليزي هاملتون الالفاظ حصون المعاني كما ان علم النفس علم النفس الطفل قد اكد انه اي الطفل يولد صفحة بيضاء خاليا تماما من اية افكار وبين ان اكتسابها اكتساب هذه الافكار انما يتم بالموازات مع تعلمه اللغة وعندما يصل الطفل الى مرحلة النج العقل فانه يفكر باللغة التي يتقنها فالافكار لا ترد الى الذهن مجرد بل مغلفة باللغة التي نعرفها وفي هذا يقول الفيلسوف المثال هيجل الانجليزي الكلمة تعطي الفكر وجوده الاسمة ويقول نحن نفكر داخل الكلمات وعليه ايها الطالب فقصور اللغة من قصور الفكر في الاصل يعني بعض الطلبة يتحججون بان لديهم افكارا او اجابات صحيحة لكن تخونهم الالفاظ كما يقولون الاجابة عن هذا الاشكال تأتي على لسان الدكتور زاكي نجيب محمود الذي يقول واهم من يزعم لك بان في نفسه معنا لا يستطيع اخراجه في عبارة ومن يدعي ذلك فليس في نفسه شيء وان توهم ذلك بعد هذا يعني بعد استعراض الحجج حجج النقيض نمضي الان الى مرحلة النقد فنقول ان اصحاب الاتجاه الواحد ككل يدعوننا الى المطابقة بين اللغة والفكر السؤال فالى اي حد تصح هذه المطابقة ثم كيف نطابق بينهما ولكل من تجربة شخصية تعلمه ان الفكرة احيانا تحضر او لا تحضر ونتأخر او نفشل في ايجاد التعبير الملائم عنها اننا وان سلمنا مع انصار هذا الاتجاه بالصلة الوثيقة بين اللغة والفكر فاننا في الواقع نرفض المطابقة بينهما ومهما قيل عن اهمية اللغة ووظيفتها بالنسبة للفكر فهي لا تستطيع احتضانه وغير مؤهلة لموازاة اتساعه المحطة القادمة من محطات المقال الفلسفي كما هو معهود بيننا ومألوف هي المحطة التي نؤلف فيها بين النقضين او نجمع او يتعانق فيها المتخاصمان بعد جلسة صلح انها محطة التركيب فنقول اننا نرفض القول بوجود فكر مستقل عن اللغة اي لا يمكن فصل الفكر عن اللغة كما يقول اصحاب الاتجاه الثناء كما نرفض بدورنا المطابقة بينهما وهو ما ذهب اليه اصحاب الاتجاه الواحد اي لا يمكن اعتباره شيئا واحدا لذلك فالعلاقة بين اللغة والفكر هي علاقة تبادلية او اذا شئت قلت علاقة تأثير وتأثر فاللغة تزود الفكر باطر التفكير من خلال المفاهيم والعلاقات والفكر يساعد اللغة على التجديد فلا فكر بدون لغة ولا لغة بدون فكر كما ان الفكر متضمن داخل اللغة واللغة لباس الفكر وهنا يقول دولا كروا الفكر يصنع اللغة وهي تصنعه في الوقت ذاته اما المحطة الاخيرة الاخيرة كما هو معروف ومعلوم عندنا انها محطة الخاتمة او حل المشكلة في نهاية تحليلنا لهذا المقال نقول مهما قيل عن طبيعة العلاقة القائمة بينهما ورغم ان اللغة احيانا رغم ان اللغة احيانا تقصر عن يعني التعبير عن افكارنا لعدم التناسب بين القدرة على الفهم والقدرة على التبليغ يمكن مع ذلك ان نؤكد على علاقة التداخل والتكامل بينهما وهو ما تقول به الدراسات العلمية اللسانية وان كانت بينهما اسبقية فهي اسبقية منطقية لا زمنية والتمييز بينهما تمييز النظري لا مدي وفي الاخير يمكن تشبيه العلاقة بينهما بورقة نقدية يكون الفكر وجهها والصوت ظهرها في الوقت ذاته وعليه فلا يمكن فصل الصوت عن الفكر او العكس دون تمزيق الورقة النقدية احباءنا الى هذا نكون قد اتينا الى نهاية درسنا لهذا اليوم لقاؤنا بكم يتجدد في درس مقبل باذن الله الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله